وخلال استضافته في نشرة سابقة أكد السيد حسن الحسن زميل أول لسياسات الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلعب دورا بارزا وهما إقليميا ودوليا مجلس التعاون هو عبارة عن كتلة هامة جدا وفاعلة في منطقة الشرق الأوسط وتلعب دولها طبعا دور بارز وهام على المستوى الإقليمي والدولي طبعا محاورة التعاون التي تتجلى في هذه المنظومة الخليجية تأخذ عدة أشكال منها التعاون العسكري من خلال التكامل ومن خلال درع الجزيرة تأخذ أيضا طابع اقتصادي من خلال العمل دؤوب نحو سوق خليجية مشتركة وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة وأيضا تنسيق سياسي من أجل فرض أو على الأقل تشكيل آراء ورؤى مشتركة بين هذه الدول الهامة فيما يتعلق بأهم الملفات الأمنية والاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر